حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نسب التعريف الطابع Canon LVB 664CX من خلال الكمبيوتر أو اللابتوب وحلقة النهاردة مكونة من فكرتين الفقرة الأولى سنتعلم كيف نسب التعريف الطابع باستخدام الكابل USB والفقرة الثانية سنتعلم كيف نسب التعريف الطابع باستخدام الروتر Wi-Fi وعشان ما أطولش عليكم يلا بنبدأ بالفقرة الأولى وهي خطوة تثبيت التعريف الطابع باستخدام الكابل USB فأنا نذهب لجهاز الكمبيوتر أو اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فأنا نذهب لنا أول شيء سأقوم بإمكانك رابط تحت الفيديو في خينة الوصف أو ممكن تليف أول تعليق لمجرد أن تضغط على هذا الرابط سيبدأ أنه يحولك لصفحة Canon الرسمية لكي تستطيع تحمل وتثبت تعريف الطابع والرابط سيفتح لك بهذا الشكل أو كما نرى Canon Isensis LVB 664CX سننزل قليلا ونتأكد أن نختار درايفرز ونزل قليلا لحد ما يأتي لك هذه الاختيارات سنختار UFR2 ثم ننزل قليلا لحد ما يأتي لك اختيار Download عن اليمين الذي هو على هذا الاختيار ثم نختار Download مرة أخرى ثم ننتظر لحد ما يبدأ تحميل التعريف أو كما نرى بعد ذلك تم الانتهاء من تحميل التعريف سنفتح هذه الصفحة عادي جدا لكي نحول على صفحة التعريف الذي نزل فيه الذي هو الـ Downloads أو التنزلات أو كما نرى ثم نختار Extract Here سيبدأ يفك ضغط التعريف لأنه هو التعريف مضغوط سيظهر لك هنا اختيارين هنا 64 بيت و 32 بيت دلوقتي أنا أريد أن أختار أنهي فيهم هذا المتعلق بالـ System Operation أو نظام التشغيل 64 أو 32 بيت سنعرفه كيف سنخفض هذه الصفحة لا نقفلها ونأتي هنا لديه ZBC أو My Computer ونختار آخر اختيار سيبدأ أنه يفتح لك صفحة أو كما نرى مكتوب هنا System Type 64 بيت Operation System يعني نظام التشغيل عندي 64 فإنك لو 64 بيت ستختار 64 ولو أنت 32 بيت ستختار 32 طبعاً ما ننفعه أنت 64 بيت ستختار 32 الخطوات لن تقوم معك أو الملف في التعريف لن يفتح معك فأنا دلوقتي سأخرج كده وأختار 64 بيت تمام؟ ثم نختار سطف القبل الأخير بالطريقة دي ثم نختار Yes طبعاً الصفحة التعريف دي لا تقفلها لأننا سنحتاجها تاني في خطوات تثبيتها من الروتر الواي فاي سيظهر لك هذا الشكل هنا يقول لك Language اللغة اللغة لو ضغطت عينيكست فأنت ستكمل جميع الخطوات باللغة الإنجليزية طبعاً إذا أردت لغة المناسبة لك أو أنا مثلاً سأخذها لغة عربية ضغطة كده ونخذها اللغة المناسبة لك أنا أختارت اللغة العربية سأختار Next أو زي ما نرى القائمة تحولت لغة عربية سأختار نعم ثم نختار اتصال USB عشان نوصل برينتر بالكاب USB ثم نختار التالي ثم نختار Yes وفي الخطوة دي يطلب منك تركيب الكاب USB الواصل بين التابع والكمبيوتر أو التابع واللابتوب الخطوة دي ممكن تطول معاك لحد ما النظام التشغيل عندك أو الكمبيوتر بتاعك يبدأ يقرأ البرينتر طبعاً لو هي وصلت للآخر ممكن تتعيدها مرة تانية وحنشوفها مع بعض أو زي ما نرى المهلة انتهت سنختار Retrie مرة تانية ممكن في المرة دي يبدأ يقرأه فلو ما أرهاش عندك مشكلة في النظام التشغيل بيش قادر يتعرف على البرينتر أو ممكن الكابل الذي يقص به عند حرق في مشكلة أو ممكن مداخل الكمبيوتر اللي موصل فيها الكابل هي فيها مشكلة فالمفروض المرة دي تكون قرط معنا وده بردك بيعتمد على امكانيات وسرعة الكمبيوتر اللي انت بتعرف عليه البرينتر تماماً ثم بيجيلك القائمة اللي قدامك دي هتختار التالي كده البرينتر تعرف الخلاص اكتمل التثبيت انقرأ فوق خروج لإنهاء معلج يعني ضغط على خروج وبكده ثبتنا التعريف الطابعة من خلال الكابل اليو سي بي بنجاح ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة التانية وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة باستخدام الراوتر الوي فاي طبعاً هذه الخطوات دي أنا عملتها في الحلقة اللي فاتت فتقدر ترجع لها والحلقة دي هتلاقيها في رابط تحت الفيديو في خانية الوصف او ممكن تلاقيه في اول تعليق اتبع الخطوات واحدة واحدة عشان تقدر توصل او تربط الطابعة بالراوتر الوي فاي وبعد ما اتعرفت بالراوتر الوي فاي هنروح دلوقتي لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيا بنا هنروح تاني لنفس الملف التعريفات اللي هننزلناه تمام هو هتلاقيه في التنزليات او دونلود عمتاً يعني لو انت قفلت الصفحة ايه دونلود تمام سيظهر لك القائمة اللي قدامك انا ممكن اتبعها على زي ما هي اللغة الانجليزية يعني مرة باللغة العربية ومرة باللغة الانجليزية وزي ما تحب برض لك لن يجب ان تعمل زي فهنختار نختار هنختار نختار وستابعها على standard زي ما هي لنفس الاختيار ونختار next ثم نختار ويبدأ يبحث على البرنتر اللي موجودة في الشبكة عندك او زي ما انت شايفين انا عندي كذا برنتر فانا للبرنتر بداحتي lbb664c واخدت رقم ib هحعلم عليها صحي كده وهختار next ثم هحعلم صح على الاختيار ده ونختار start ونقفل الصفحة دي بتاعت التعريف مش محتاجنا كده خلص خلصنا طبعا التعريف ممكن نطول معك في التثبيت وده بيعتمد على سرعة الجهاز وامكانياته ولو فيه فيروس هبقى تقيل يعني لو جهاز تقيل عندك ويه تقل هيتطول معك شوية اما لو جهاز حديث او سريع او النظام التشغيل بتاعه ممتاز ستجد الخطوة دي جالت منك بسرعة جدا وانا اظهر لك القائمة الى قدامك installation is complete لو انت ضغطت الوقت على start ستفعيعمل اعادة تشغيل للكمبيوتر فشيل الصحة الاول كده واختار وانا اختار ts ستعمل بقردك start فأعمل no وبكده سبيلنا التعريف مرة من خلال الكابل USB ومرة من خلال الروتر Wi-Fi طبب الآن يا بوحمد انت ليه عرفت طبع مرتين عشان بس شغلك ميقفش طب وضح دينا اكتر سأقول لك انا عرفتها كابل USB لو حصل مشكلة للروتر Wi-Fi او حد غير باستورد الروتر Wi-Fi او حد لعب اي اعادة في الروتر Wi-Fi او غيرت جهز الروتر Wi-Fi فاتصال البرنتر بالروتر Wi-Fi حينقطع فبالتالي لو معرفتش بالكابل USB وعملت احتياطاتك شغلك كله سيقف وكذلك لو انت معرفة من الكابل USB ومعرفة من راوتر Wi-Fi وحصل مشكلة للكابل USB ستقدر تطبع من راوتر Wi-Fi لحد ما تعاليك الروتر فبالتالي حصل مشكلة للكابل ستطبع من Wi-Fi حصل مشكلة للروتر Wi-Fi ستطبع من الكابل فبالتالي لما ايجي اطبع عاوز ان اعرف ان اطبع من الكابل ولا اطبع من الروتر الموضوع بسيط جدا ستجد في سطح المكتب هنا Control Panel وعندما انتها ممكن تعمل search وتبحث عليها سنختارها عادي جدا ونختار devices and printers ونختار printer ونذهب على portals ستجد في سطح المكتب ستجد في سطح المكتب ستجد في سطح المكتب من خلال الروتر Wi-Fi سنذهب إلى جنرال والكلمة بالأذرة سنحذفه ونكتب من خلال الروتر ونذهب إلى preferences ستجد في سطح المكتب على اعدادات الورق سنذهب إلى Beaver Size نتأكد انها على A4 ونضع بود سايد ونستخدم A4 ونضع بود ونستخدمها ونستخدمها كما هي ونأتي لعند Beaver Source ونضعها ثم نختار ونختار ثم ونختار ونختار لكي نضع بلعود اسمها من اللي واي فاي ويجب ان تجد في سطح المكتب ستجد في سطح المكتب ونختار اختار برينتر بالطريقة دي كده ثم هنروح عند بورتز هتلاقيه عم نصح على يو اس بي يبقى دي من خلال الكابل هنروح عند جنرال كده والكلام اللي بقى ازل ده اتمسح ونكتب من خلال الكابل ونروح على على بريفلانس دي قصدي وبردك نبدأ نزبط النوع الورق بتاعنا اهو ايه فور دي نخليها على الوجه الواحد ومصدر الورق هنخليها ايه فوق كيه ثم اوكي دي بقى من خلال الروتر ودي هتتحول اسمها كمان شوية اه من خلال الكابل يبقى كده اثناء الطباعة هتقدر تختار انك تطبع من الكابل ولا تطبع من الروتر واي فاي الموضوع وسهل كده وبكده انتهينا من موضوع حالي النهاردة اتمنى ان انا لأعجبكم اتمنى ان موضوع يكون لأعجبكم منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبع كانون كان معاكم احمد السلام قناة كانون بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.